قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسي بأول أيام رمضان الشرطة المصرية تلقي القبضة لسمى المصري ألقت مباحث شرطة قسم الأسباكية القبضة لسمى المصري صباح اليوم تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها كما أمر النائب العام بالتحقيق معها وبشأن القبضة لسمى المصري أعلنت النيابة العامة بأنه سيتم نشر ما أصفرت عليه التحقيقات في بيان اللاحق وقبل أيام تقدم عدد من المحامين ببلغات تدسمى المصري بسبب نشرها صورا وفيديوهات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية وقال المحامون في بلاغاتهم أن الرقصة الاستعراضية تربط بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائد وكان المحامي فهم بهجة تقدم ببلاغ تدسمى المصري يتهمها بإثارة الغرائز من خلال ما تنشره من صور وفيديوهات غير لائقة عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقال المحامي في شقواه تدسمى المصري بأنها تربط بالقيم والمعتقدات الدينية بعرض الحائد ما تنشره عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء البلاغ تدسمى المصري بعد ساعات من القبض على المشهور تيك توك حانين حسام التي أثرت جدل واسع في فيديو افتح الكاميرا ونشرت ريهام سعيد فيديو لمحاميها شعبان سعيد وهو يتحدث عن تفاصيل تقديمه للبلاغ تدسمى المصري مطالبا بسرعة التحقيق معها اسوة بما حدث مع حانين حسام قائل أن اللي زي ما حصل بسرعة كده يكون نفس الموقف ما سمع خاصة بعد ما بقى في هاشتاغ احبسوا سمن مصري حاكموا سمن مصري عوزين البلد تنضف من الأشكال دي وعلقت ريهام سعيد على خبر القبض على سمن مصري في نشر صورة الخبر عبر حسابها على انستجرام وعلقت قائلة يا رب يا عظيم الحمد لله بلد العدل الحق ممكن يتأخر بس ما بيروحش ولو بعد حين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة